السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم قناة الموسوعة الهندسية Engineering Encyclopedia أنا كنت عملت تغيير في القناة من حيث المسامة بتاحها والإخراج الجديد للمحتوى في الفترة الجديدة إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن هذا ينول على إعجابكم إن شاء الله ويكون مرحلة جديدة تتناسب مع التغير التكنولوجي اللي بيحصل في الزكاة الإستماعية إن شاء الله بإذن الله أنا الموضوعات اللي ناوي إن شاء الله بإذن الله ندخل بيها في المرحلة الجديدة موضوعات شهيقة جداً عميقة جداً لها باع قوي جداً على الإنترنت ولكن أنا أريد أن أضفها وده اللي بيميز القناة إن أنا أريد أن أقدم الموضوعات دي بشكل سلس مرن بدون تعمق بدون شكل أكاديمي بحيث أن العدد كبير جداً من المهتمين يتوصل لهم المعلومة بسهولة اللغة العربية اللغة محورية وبتسهل عملية الفهم والإتقان فأنا هستخدنها كمحور لكن أنتو عارفين أن معظم العلوم دي كلها بالإنجليش قوية جداً ناخد منها المصطلحات ولكن نستعين بإذن الله إن شاء الله باللغة العربية هي الأساس في الشرح والاستفاضة في الموضوعات دي إن شاء الله سواء في الـroom construction تظهر الـلطباء than still closed Teach documents and I'm freaking out لدينا دروس استفادة بالماية وعوالم Любات قد يكون عالم اللحامaux مش عالم الممدمين وكان يكون عالم �xing tools حاجات كثيرة جدا والأوالم انه تكون مفهوم مالا و أقوى و أضق الرمز بتاع القناة بتاعتنا ENGENC هو ده بتاع القناة إن شاء الله اللي دايماً عملية البحث يتم عليه و إن شاء الله تكون عند حسن نظامكم أولاً أنا بواجه شكري لأصدقائنا من الوطن العربي اللي اهتموا رغم من العدد مش كبير المشتركة للقناة ولكن في دعم كبير جداً من خبالنا في الوطن العربي على المجهود المبزول و أنا أشكرهم جداً 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 و دعمكم بالنسبة لي مهم جداً و أتمنى إن شاء الله نكون عند حسن و أحسن نظامكم في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله طيب إه الموضوعات اللي نتدي فيها المرحلة الجديدة فيه موضوع تقيل عميق قوي اسمه عالم استكشاف علم اللحام Exploring the World of Welding استكشاف علم اللحام ده موضوع قوي جداً موضوع ناس بتستسعبوا قوي لكننا إن شاء الله نحو يقدموا بطريقة مختلفة تماماً على اللي تم عرضه في كتير من القنوات اللي أنا اتفرجت عليها و اطلعت عليها قبل ما أخرب في مجموعة الفيديوهات اللي أنا محضرها إن شاء الله وأنا سميته استكشاف علم لأنه علم لي رموزه لمصطلحاته لفنياته ليه حاجات كثيرة جداً نقف عند كل محطة منها و نتكلم بالشكل مستفيد ليس أكاديمي ولكن معرفي قوي مستنج لكل ما هو موجود على شبكة الإنترنت و اللي نحن نقدر نتعلمها من الشغل و الخبرة العملية ليا في هذا المكان إن شاء الله بإذن الله طيب هل أنت هتخش و هندخل على العلم ده بعمق كإني مهندس ميكانيكا أو كإني مهندس ستيل أو اللي بالعكس أنا هاخد الموضوع بين البدايات تماماً اللي ما عندوش خلفه هيقدر يلم كل البيزيكس بتاعت الشغلانة دي ويفهم يعني إلحم و هنخش في الستيل بشكل بردو بعد كده إن شاء الله بإذن الله أعمق بحيث إن إحنا نستعرض الخبرات بتاعتنا و نستعرض و أنتو هتبقوا معايا في الموضوع ده لأن مشاركته مهمة جداً في استعراض الموضوعات اللي جاية بالنسبة للحام أنا مش عايز أطول جداً في المقدمة لأن في مقدمة تانية المقدمة دي قد تقعد معايا حلقتين ثلاثة كمان بتكلم فيها أنا هاخش هدخل إزاي على عالم ده لأنه عالم مليان معرفة و معلومات كتيرة جداً عايز أراتبها بشكل يليق بإنكو يعني تستمتعوا به معايا إن شاء الله بإذن الله البداية في دخول هذا الموضوع أنا دخلت من خلال إن أنا كنت دايماً لما بستعرد لوحات الستيل مع دم مهندسين أو فنينين أو ناس كتيرة جداً ما عندهمش خبرات قليلة في عالم اللحام والستيل بيتخض من الرموز بيتخض من الأشكال والمعلومات المكتوبة بالعكس أنا معاكم في الموضوع دوت وإن شاء الله بإذن الله نقدم معلومة سهلة أنا عرف إيه الرموز الموجودة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اللي بشاور عليم الماوس الكلام ده كله هيتم الشرحه وفهمه وليه بتعمل بالطريقة دي كده والرموز دي معناها إيه وإمتى نعمل ديتيلز ونطلحها بره ونشرح عليها وإمتى نخلي ديتيلز سابتة ونسبت ديتيلز في اللوحة على أساس أني أنا لو كل ديتيل لحاية ما أعمل لها أو كل تفصيل لحاية ما أعمل لها تفصيلها بره شرحها فيها مش هيكفينا في لوحات الستيل العدد مهول جدا أو من أي أي شوال لنا فيها مع عادة عموما وبالتالي إحنا كان بالنسبة لنا إننا عايز أخش العالم ده من هذه اللوحة إننا هتكلم في كل تفاصيل دي هوصل لك في النهاية إنك تقدر تقرأ روح الستيل كواس جدا تفهم معنيها إيه تفهم إيه اللي لك فيها وإيه اللي عليك فيها لو أنت استشاري لو أنت مهندس عادي لو أنت لحام لو أنت فني لو أنت مهندس جودة لو أنت مشرف جودة مجموعة الفعوديات اللي أنا بعدها اللي يرعب في إعتقاضي هو عدد مش قليل العدد كبير جدا هيتكلم في المنضوع ده ومنضوعات تانية إن شاء الله بإذن الله أتعجبكم وأنا يعني بعدلها بقالي فترة طويلة بحيث أنها تكون على المستوى اللي أنتوا عايزين طيب سريعا كده أنا لما بشوف وضع زي دوت أنا عايز أبتدي بداية برضو غير تخليدية اللحام موجود في الورع ده بيرحم أعخذ الورع ده مش مزبوط وليوصله للورع ده هل نتوفير معلومات كافية وإن إحنا بنعمل خطوات مش مرتبة بشكل جيد عشان نحط المواصيل في الحفل ونحطها في الورع ده ونخليه لحم بالشكل ده سواء كان الخطأ منه أو خطأ من فريق العمل بتاعه ولكن في النهاية إحنا نخاف ونوصل شغلنا للدعم وبالتالي إحنا عايزين المستوى اللحام بتاعنا يكون بالشكل ده في الاتجاه العملي واللي موجود في الطبيعة ما يبقاش فيه سواء أو فراغات في الداخل الفراغات دي كلها بتوعيب لللحام وقد تجعله مرفوض بالشكل كل اللحام بالشكل ده اللحام جمالي جدا وتحس إنه حاجة راقية جدا موجود اللحام ده لكن دايما بنعمله في الحاجات المكشوفة عشان ياخد هذا الجمال في شغله وفيه أشياء كتيرة جدا في الإستانلس وفيه بعض الشغلانات اللي بنشتغل فيها بعناية رهيبة جدا وباللحمين ديهم مستوى يقدروا يديني الشغل دوت وحاجات تانية كتير بنبص على لحام التركيبات هل أنا برضو لما أسيب لحام التركيب بتاعي يشتغل هل بسيب له الدنيا مفتوحة يلحم زيما هو ياخد سلكة لحام ويقف ويلحم أي حاجة وخلاص ولا فيه اشتراطات وقيود وحاجات معينة المفروض أولا على فريق العمل إنه يدهاله ويجاهزهاله بالنسبة لما يجي يلحم يبقى هارف يلحم ازاي ويحقق الاشتراطات بتاليحن طلبينها وكمية اللحمات اللي احنا عايزينها وبالكيفية اللي احنا عايزينها ما يبقاش اللحام واقف في ظروف صعبة وبخليه يزبط عمود فوق عمود ويراكمه من غير مدين وميكانيزم معين يعرف يزبط به البرتكاليتي بتاعت العمود والالايمنت بتاعت العمود علشان يديني شغل عالي وانتوا شايفين بيبقى قاعد في مكان وبيلحم بزوايا مختلفة كل الكلام ده هنتكلم عليه علشان تلاشى كتير جدا من اعمال اللحام في الموقع اللي انا دايما اللي اتحفظ عليها ليها شروط وليها قيود قد ان انا اطلب من التركباء من المكتب الفني اللي بيعمل لي المخططات انه انا لو هلحم دي في الموقع اعمل لي هولز اعمل منها عملي تثبيت للقطع ما تخلنيش ألحم وحطها زي ما انا عايز في اي حتة على بلاي الكلام ده غير مرفوض مش عايز اخش في تفاصيل من دلوقتي لكن هاخش فيها بعدين ان شاء الله وهستفيد في الكلام ده كتير جدا ناس بدون شك هتستفيد من الكلام اللي هقوله لانه جاي من واقع خبرة عملية انا اتعرضت لها طيب اللحم عشان ننقله بيمر بمراحل كتيرة جدا بتبقى دتيلة موجودة فوق عند المهندس التصميم وبيطلب مني ان انا اعمل ميول معينة في القطع اللي هتتلحم بزوايا معينة وهلحم فوق وهلحم تحت وباجي بعد كده اجيب قطع الحديد وبعامل شامفرية بنسميه الميول اللي في الجنب دي والميل ده بنسميه شامفرية بنشامفر البلت ونبدأ نشتغل فيه ونملك لحمات من جوة وبنحط المسترة ونتأكد ان المسافات دي مزبوطة ونرجع بعد كده بنده حاجة اسمها بونط لربط قطع تن وبعد عشان ما يحصلش اختلاف لا في المستوى بتاع البلتاتين مع بعض او يحصل فرق ما بين البلتات هنا عن هنا وفي نفس الوقت عشان نلحم لازم بنعمل حاجة بيهيتنج تسخيل مبدئي وبعد كده بنعمل لحم دي تحت في الاول باص وبعدين بنعمل مجموعة باصات من فوق مختلفة كل ده بشرحه ليه بشرح حشان اقولك ان القصة كلها مش لحم بسيط بلحمه في الجزء ده وابعمل الديترى دي فيه تفاصيل كثيرة جدا بنعملها عشان نوصل لده فيه الحام علوي وفيه الحام سوفي لوان القطعة زي دي بلحم من تحت ببدل الحام وبلحم من فوق بالشكل ده ببدل الحام بتاعه الشكل اللحم نفسه بياخد شكل مختلف زي مجموعة المثلسلات المتدخلة دي بعملها فيها دائري وفيها مسلس وفيها اشكال كثيرة جدا هنشرح الكلام ده بالتفصيل ده شكل الحام جمالي في بعض الحاجات اللي بدين حمها انتعرف ان اللحم موجود في كل حاجة حوالينا حتى الدهب في الحام حتى البرتر بتاعة الكمبيوتر فيها الحام اذا اللحم هو جزء حيوي من كل حاجة في حياتنا ماينفعش ما نتكلمش عليه وماينفعش كلنا بيبقاش عندنا خبرة يعني ايه الحام وعندنا الاقل معلومات فينا طيب سؤال مهم جدا هل اللي بيلحم بيباط زي اللي بيلحم بليت مع بعض زي دا كنا لا لازم دا يكون ليه ميكانيزم معين وليه مكان معين وليه لحمين معينين وليه بوزيشنز معينة لازم تدرس وليه سلك لحم معين وليه حاجات كتيرة جدا بيتطرع لان التخنات بتلعب دور البوزيشن بيلعب دور كل حاجة الجهة اللي بعملها الشغل دا بيلعب دور الوضعية بتاعة البليت غير وضعية البايب كل حاجة من دول هنتكلم فيها بتفصيل الممل نفس الكلام علشان ما اخدش في نفس الحوار هنا بشكل معاة تاني الموضوع هنا من نسبالي انه ببص على اللحم وهو بيشتغل في المواقع انا مش المفروض اشوف المناظر دي في الشغلة لان دا مش هديني شغلة عالية وديني شغلة جودته عالية حسب كمان البايب اللي أنا بنا هالبايب دا بيمر فيه سوائل بيمر فيه غزات ولا بيه بالزبط المبنى دا مبنى وضعه فيه واهميته ايه انه نعمل بوستات وحاجات زي كده ولحم في الجالفانة ولا لأ واحد زي دا بيلحم ووقف على ارض اليربون تزمن زي دا وبالتالي عمود على عمود لازم تكون اللحمات دي جيدة كلام دا كله لحم هل مقبول ان انا اشوف لحم بالمنظر دا ولا المفوض اللحم عندي يبقى بالشكل دا كل دا هنتكلم عنه بتفاصيل واحد وقاعد في ورشيته بيلحم بالوضع دا كده الكلام دا محتاج اعادة دراسة ورؤية وحوارات كتير هنتكلم عنها هنا برضو بوضح لكم حاجة مهمة جدا هل اللحم اللي الشغال في المصنع ووقف برحته وتحت منه قدرت جودة وفيه مخططات تحت ايده والكهرباء موجودة وبياخد بريك في الوقت اللي هو عايزه وريستر وبيقعد في وقت مو هو عايز الكلام دا هل بيتساوى مع اللحم التركيبات وهل هنا نقدر نحدد الكونديشن والاشتراطات العميقة اللي هنتكلم عنها سهلة جدا تطبيقها في المصنع عن الموقع وضمان ان نطلع اللحم بأعلى مستوى جودة طالما احنا في المصنع الكلام دا ننتحفظ عليه ونتكلم عليه ونحن مش ماشيون بتفاصيل اكتر هنا بورد لك اللحم انه هو واصل ما بين ايه اللحم كلمة اللحم معناها ايه قطعة انشائية معينة بتشيل احمال والقطعة اللي هربطها بالعمود او اربطها بالكاميرا التانية في النهاية لازم امسل القطعتهم دول بوا بعض اللحم هو وسيلة الواصل على الحفاظ على نقل القوة من المنبر اللي موجود عندي للقطعة اللي هي الكونيكشن اللي هتشيل وهتمسك في العمود الى اخير نفس الكلام بالنسبة ل العمود نفسه العمود البلتة الكبيرة دي هي البلتة اللي مربوطة بالاعدف الخلاصانة وبالانكر بولت دي اللي خلام بتاعت والاستفنة دي تتعتبر ضعامات للعمود ده عشان يزيد من ساحة اللحم اللي يمسك في الكلام ده كله كلام تصميمي هنتكلم عليه بس مش مش هحسسك ان انا بشرح محاضرة في جامعة لا بلعكس هنتكلم كلام لوجيك ومنطقي هيسهل علينا جدا فهم الموضوع بشكل انسب وغير اكاديمي ممل انا عايز المواضيع تبقى معلومات بشكل مختلف تماما انا مش عايز فكرة ان احنا نقول كلام ونقعد نرس معادلات والكلام ده هعمل الكلام ده في اقل ما يمكن وببساطة شديدة جدا بس نحقق المستهدف منه وازاي اقدر انقل القوة اللي موجودة في العمودة عندي ليه البيز بليت اللي موجود ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل الحاجة التانية وديه الاهم ان انا بتكلم على صناعة السفن شو معنى صناعة السفن صناعة السفن هي صناعة في غاية الاهمية بالنسبة لي بتمسي صناعة عملاقة في الحديد ليه لانه منشأ كامل متكامل ماشي في المية في كل الاكتيفتي اللي ممكن تتخيلها وفي نفس الوقت مطلوب انه لما يمشي ما يبقاش منفز للمية مفيش ولا نقطة مية لخشه بوه الكلام ده تتمي ازاي ازا ما كانتش اللحام ده معمول بالجودة عالية جدا في الباضي الخارجي احنا بنتكلم في صفن طولها 150 متر ومتين متر انت متخيل الحجم ادي والعرض بتاعها 60 متر و70 متر يعني معنى كده انا بتكلم في اللحامات طولها كيلو مترات قد تصل لمقاتل كيلو مترات من اللحام ومطلوب ان نسبة ان يكون مفيش تصريب للميات داخل السفينة زيرو مفيش صفر وده لان يتحقق الى مستوى اللحامين معينين ومستوى جودة معين واشتراطات كتيرة جدا عشان ده يتحقق كل ده هتكلم عنه بالتفصيل وعندي فيديو رائع جدا لصناعة السفن هنتكلم عليه ونوضح في المعلومة بصوا برضو الحاجات دي بعد السور اللي أنا بكلمكم عليها سفينة بتتلحم من بره شايفين كمية اللحمات بتاعتها والوصل اللي هيكون في البضي بتاعها الجسم الضخم ده ممكن يبقى ده كلام ده كله بيعمله تجهيز ومعمله تحذير ونبدأ نلحم ونحن ناخد البوزيشن حوالين السفينة علشان نلحم الكلام ده مش السفينة هلية بتلف حوالين عشان نلحم بجاب لا احنا اللي بنلف لان الجسم ضخم جدا وزي ما انتم شايفين كمية لحمات كتيرة ووصلات كتيرة كمية ألواح أرقام ما هو لو ده هبان في الفيديو اللي هشرحه لكم ان شاء الله بصوا القطع منفصلة عاملا زي كل قطع مندين تيجي تركب في دي كل الباص الخارجي ده لحمات ممنوع يكون فيها واحد في المليون خطأ لان خطأ واحد معناه انه تدمير للسفينة بالكامل لازم تعمل عليها تيست بالكامل عشان نضبن انه ما يكون فيها مشكلة في عملية التسريب هنا برضو جسم داخل للسفينة كمية حديد وأعمال حديدية وسلالم وأدوار قصة طويلة عديدة جدا فابدي انتبر انه قمة اللحام وصناعته بتبان في عظم صناعة السفن بالتحديد من رقم واحد طبعا في كل حاجة في حياتنا هو موجود ولكن انا هنا بحرك في بعض المقاطع الداخلية اعمدة وقمر وهندريلات وسلالم وتربينات موجودة ومروح عملاقة وحاجات كتيرة جدا علشان تقدر السفن العملاقة دي تمشي في الميا طيب انت هتدخلنا ازاي على العلم دوت ونبدأ نتكلم عليه انا هتشرح لكم بداية هتكلم في الموضوع بالطريقة اللي انا استخدمتها وبفضل انها استخدمتها ليا طريقة السؤال والجواب علشان اقرب لكم الفكرة انا ليه سميتوا عالم اللحم لانه وبشكل بسيط انا اهم حاجة عندي وبتكة على البساطة في الشرح العلم دون تعقيد ودون الدخول في الشكل الاكاديمي هنبتدي ونقول ايه اول حاجة لما انا شايف جبت لحام هل اللحم هو عبارة عن سلكة ومكنة وحاجة بيلحمها بس وخلاص وللمفترض نفهم ايه اللي مفترض نعرف كل مهندس بتكلم يا ما لحام بسلك لكن فيه اسئلة كتيرة جدا نازم من السئلة قبل ما نخش على الموضوع ده اولا نوع المعدن اللي بلحمه حديد نحاس المواد دي كلها لها خصائص مختلفة وكل معدن من دول خصائص كيميائية وميكانيكية مختلفة وبالتالي معادن اللحم مختلفة وبالتالي طرق اللحم بتاعته مختلفة وامكانيات اللحم مختلفة كل دي لازم تكون معلومات متوفرة قبل الدخول ونتكلم على أنواع المعدن شوية علشان نعرف نتكلم على الإمكانات بتاعتي طريقة اللحم كلمة الطريقة اللحم باللغة العربية بتعني types of welding أو process أو methods خلينا نتفق على ان المصطلحات دي في غاية الاهمية في التعريف ما نبقاش بنتكلم على طريقة اللحم وفي ميج وفي تيج كل ده أشكال بالإضافة انه دي اختصارات هتخش جوه في ال اشتغلت فيها ومجايزها لكم بحس ان احنا نتكلم في مئات الانواع من اللحم انا مش عايز هدخلكم في هذا الكم من النوع لانا هنتكلم على المشهور منه بس بشكل مختصر ومفيد للي عايز الحمين والفنيين والمهندسين المعرفة بالشيء ولا انيش أبقى عارف حاجة خالص لا لازم عندنا من مفيد هذا العالم الممتع ان احنا نعرفه ونتكلم عليه الحاجة التانية في حاجة اسمها وصلات في اللحاء هل انا حسب الجامعية الامريكية صنفته الخمس انواع من الوصلات بنسميه بط ولاب وتي جوينت وكورنر بعمل فيهم شنفريب المنظر ده كده او احطوهم عمودي على بعض او وبدأ هلحم من تحت ولا هلحم من فوق طب هلحم من فوق بس ولا هلحم من تحت طب من الاولوية هلحم من تحت طب من الاول ومن التاني في تفاصيل كتير هنتكلم عليه في الرموز بتاعت اللحمات ايه في اللحام بتدي له رمز ده تابو ده ليه انا بعمله هنا هو موازين لبعض طب هنا بعمل في الكلام ده كله هتكلم عليه في رموز اللحام وهنبدأ انشرح كل واحدة من دول اسمها ايه بشكل مبسط انا مش ااخد كله انا اخد المتعرف عليه بس عشان نقرب البس طيب وضع اللحام هل انا بلحم اللحام في وضع رأسي الراجل اللحام 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 هيلحم اللحام في اتجاه رأسي ولا هيلحم عن نايم ولا البلت نفسه فوق منه وانا وقف نايم تحت منه بلحم طب هل الواصلة بلت في بلت ولا الواصلة بلت تتم متعاملين مع ماذا بنسميهم فلت ويلد ولا ده جروف ويلد وكل من دول لها وضع معينة شوف دي نايم ازاي انا بلحم فيها هي اللي بتلف وانا اللي سابت طب هي سابتة وانا اللي بلف بلحم حواليها دا رميدور طب هي رأسي وانا بلف حواليها في كل ده position بنسميه position هشرح الكلام ده وهردح لكم صور في كل واحنا من دول بتوضح العملية ماشي ازاي الجمعية الجمعية الامريكية هي احنا بنشتغل في عالم بيحكموا قواعد العالم ده مش ممكن هنشتغل فيه ونعمل دراسات ونقدم الشركات بتنتج سلك الحام والحامين بتشتغل من غير ما نحط قواعد حكمة للناس دي السلك اللي حند عايز عارف السلك ده مقبول شركة هندية شركة مصرية شركة امريكية قدمته خد اختبراته طب واخد موافقات من مين لازم يبقى عندي جهة متفق عليها قوية جدا في العالم عمل دراسات وعندها ابحاث وعندها سطف عملاق يقدر يحكم اذا كان سلك اللحم ده خد اشتراطات بتاعته ولا اللحم ده جيد ولا اللحم نفسه اللي بيلحم ده اعرف منين اللحم جايب ايه التصنيفات بتاعت اللحمين ايه اللحم بيلحم F1 F2 F3 G1 G2 G3 الكلام ده بالنسبة لنا كلام في غاية الاهمية ولازم نبقى احنا عارفين انه مش المفروض اننا لما خش على عالم بيحكم قواعد انه اشتغل لوحد لازم اكون في قواعد بتقول الكود بتاعه ايه التخانات بتتلحم مع بعضها ازاي انواع السلك اللحم ده ايه المعادن اللى التي بتتلحم مع بعضها بلحم هزاي اللى بيتلحم بالحرارة اللى بيتلحم بالغاز اللى كيميائي كل ده بتدرسه الجامعة الامريكية طيب وفيه غير الجامعة الامريكية فيه دي المنظمة d d l بتعمل ايه 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 نحن بتحرك ميبقاش كل دولة بتحط الاشتراطات بتاعتها خاصة بيها لا انا هحط نظام عالمي وكلنا نخضع عليه سواء في الرموز سواء في السرك اللحام لازم انا اللي اعتمدوا مكان اللحام اللي طالع لازم يأخد موافقات من جهات عالمية انا بلوقتي بنقل شغلي من مصر بودي لدولة تانية او من دولة عربية تانية لدولة اجنبية او العكس اضمن من ان اللحامات الشغل ده وتحققت بنقل بيزلس بنقل انابيب غاز بنقل الحاجات حساسة بنقل تهيرات بنقل اللحمات دي هي لازم نكون لها ضمانات في كل حاجة انا بعملها. طب بتاخد على مين? تاخد على الدولة دي ولا الدولة? لا انا عايز الدولة دي ولا دي انا عايز نظام عالمي حاكم للخصة دي. وده من خلال الايزاء. وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله بإذن لها. بعد كده بتكلم على رموز اللحام. الرموز اللحام زي ما اتكلمت عليها في الوصلات وقلت ان الرسام اللي بيرسم او المكتب الفني اللي بيقوم وده نقطة برضو هتكلم عليها توزيع الادوار. مين اللي بيعمل الشغلانة? مين اللي بيحط رموز اللحام دي? وبيحط التفصيلة بتاعتها مين? هل مهندس تصميم ولا مكتب فني ولا مصنع ولا مين بالزبط? الى جانب. الرموز دي شكلها مختلف وبتختلف من وصلة للتانية. هل الكلام ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله بإذن لهم. طيب هل سلك اللحام اللي بيلحم بيه اللحام ده? اه واخد الوان. طيب الالوان دي معناها ايه? وكل اللون من دول بيعني جريد. يعني ايه جريد? مستوى سلكة لحام مقاومة. قوة سلكة اللحام او التصنيف بتاعها. طيب هو ليه اللي فيه سلك اللحام? لان فيه عندي معانا مختلفة. ازا كان الحديد نفسه فيه كزا نوع من الحديد. عدد عدد مش قليل من انواع الحديد. كل واحد من دول ليه ليه سلك معين علشان يدي قوة التماسك معاه. وفي نفس الوقت ليه في علاقات ما بين نسب الانسهار. هل السلك اللي انا بلحمه? انسهار علاقته ايه بالمعدن اللي انا بلحمه? النحاس عالي جدا في الانسهار. الحديد اقل منه. الاصدير اقل منه. طيب الكلام ده كله بتلحم مع بعض بازاي? مين بيلحم مين مع مين? وهل ممكن نلحم مادتين مختلفتين مع بعض بمادة تالتة? كل ده هنتكلم عنه في انواع السلك. واختلاف زي اللي مشغل في الموقع صغال في المياه? ولا شغال في الهواء ولا شغال في منطقة فيها رطوبة? ولا شغال في منطقة فيها رياح? طيب اللي شغال جواب نفسها ونسبة الاكسيجين بتاعته اقل ما يمكن. هل هيديني لحم عالي? طيب قبل انا مكبر على لحم زيده كل ده هنتكلم عنه. ازا الموقع اللي عمل واللحم لي دور فان انا كمان قد ازود نسب اللحان بتاعتي على التصميمي لو التصميمي مش عامل حسابهم وخافة انه ما ياخدش نفس المستوى من الجودة اللي انا بدور عليها علشان احقق الامان في التصميم بتاعي. الحاجة التانية بتكلم على الامن والسلام. اذا كان اللي في النهاية كلنا بنصب على سلكة لحام ولحام بيلحم. هل مش هناك المفروض احافز عليه وابقى عنده افرول بيلبسه او حماية له من الحرارة والانسهار. بتاع المعنى اللي بيشتغل به. وفي نفس الوقت الجلفزات اللي بيلبسها في ايده. السيفتي الشوز اللي بيلبسه الهلمت اللي بيحطها حماية من غازات واشعاعات سلك اللحم. في لحمات بتقدي الى انها بتسبب للأسف الشديد امراض مزمنة وقاتلة زي لحم الارجل على سبيل المثال. لازم يكون له معدلات راحة معينة وفي مشروبات ومأكلات زي الالبان لازم تكون متوفرة في نصام الغازية بتاع اللحم. زي قلت تانا اللي مسؤول عنه. وبالتالي الكلام ده كله مهم جدا فهمه والادراك به للحفاظ على صحة اللحم. وبالتالي الحفاظ على خبرته. والحفاظ على بقاء المهنة واستمرارها. ما يبقاش اللحمين بينتبهم امراضه اللي عايزوا بالله تقضي عليهم. او معندهمش سيفتي. ومش عايز اقول السيفتي ده خاص بيه بس كمان وبس ولا. لا ده انا بتكلم على انه انا كمان محتاج انا محتاج كمان ان انا اكون اه 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 محافظ على المنطقة اللي حوالي من اثار اللحم ما تكونش لها اثار. مهانس التصميم. مهانس التصميم بالنسبة لي مهم هو هو البداية بتاعتي. معا مكنة اللحم بتاعته. لكن ما بيعرفش هو هيلحم فين غير بمعلومات جاية من مهانس التصميم اللي وداها المكتب الفني. وبالتالي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. اللي بتجيله الاحمال والاحمال بيحاولها القطاعات وبيحاول يلحم من القطاعات يوصل القطاعات وبعضها باللحم. وبالتالي بيقول لي ألحم فين وملحمش فين وبالحم بكام? وإلى اخطة. طيب شكل الوصلة عاملة ازاي? الكلام ده كله بيجي من جهة بفوق. شايفة الدنيا ماشية ازاي? هو عنده اشتراطات اللحم وإحنا بنشتغل وراه زي ما هو الكلام ده كله. هنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله في مكان. بنتكلم على مخطط التصنيع. هل اللحم اللي بيلحم ده بيلحم من غير مخطط كده خدر حيث تنظر لحمه مخلاص? ولا أنا عندي مخطط بتكلم عليه وبوضح له يلحم فين ويلحمه ازاي وبمستوى قدية وبسلكة كام وبانهي طريقة كل ده هنتكلم عنه في مخططات التصنيع عشان نوضح الموضوع ككل مرة واحدة. انا هكمل بقية الفيديو ده في الجزء التاني منه ان شاء الله بإذن الله في فيديو تاني لاحق. اوضح لكم فيه الامور بشكل افضل وبشكل ان شاء الله بإذن الله يحوظ على اعجابكم ان شاء الله. المهم لا تنسونا اذا عجبكم من المحتوى من مشاركتكم ونسعد جدا بقراءكم. والاربع ايكون دول او الاربع باركوت دول بتوع المتابعين للقناة انا شغال عليهم لسه في بحلقة الاستكمال بتاعتهم ان شاء الله بإذن الله. اه واتمنى يكون الفيديو عند المستوى اللي انتو عايزينه. واستنونا في الفيديو اللي جاي عشان اكمل الفيديو ده لحد ما خلص المقدمات اللي هي تبقى طويلة شوية في عالم اللحام. لكن ان شاء الله بإذن الله تكونوا عند حسن صنوكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.